دي الحلقة 78 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي في ظل الزيادات بتاعة الأسعار اللي بتحصل في العقارات بشكل مستمر هتكلم النهاردة مع حضراتكو عن إمتى حضرتك ما تشتريش من المطور وإمتى أن حضرتك تبدأ أن أنت تتجه أنك تشتري من العملاء اللي بتعمل إعادة بيع للوحدات بتاعتها مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال استيت جايد أول نقطة طبعا لازم حضرتك تعمل حسابك عليها أن اللي بيبيع دوت بيبقى عاوز يكسب فطبيع طبعا أنه بيكون حطة أوفر برايس أو مبلغ زيادة اللي هو المكسب بتاعه عن السعر اللي هو اشترى بيه من المطور ولو العميل اللي بيبيع دوت مش حطة أوفر برايس أو مكسب ليه في العقار اللي عاوز يبيعه يبقى هنا لازم حضرتك تتأكد من جودة المشروع اللي حضرتك بتشتري فيه وأنه يكون فعلا بيقدم قيمة مقابل سعر بمعنى أن الأسعار في المشروع دوت بيزيد بمعدل كويس مع معدل الإنشاءات والمبيعات اللي بيعملها المطور ولازم طبعا تتأكد من مصداقية المطور واسم الشركة والصمعة بتاعتها وهل عندها أي مشاكل بخصوص الإنشاءات أو بالنسبة للجدول الزمني للتسليم وكمان تتأكد أن الشركة ديت ملتزمة بسداد الأقصاد بتاعت الأرض وما فيش عندها أي مشاكل لأنه طبعا الموضوع ده بالذات بيخلي عملة كتير أنها بتبقى عاوزة تبيع الوحدات بتاعتها ومن غير أوفر برايس حتى لمجرد أنه ياخد الفلوس اللي دفعها ويطلع بيها من المشروع دوت وده طبعا حضرتك كمشتري هيخصارك كتير أن حضرتك تدخل في حاجة زي كده فأهم نقطة في الموضوع دوت هو عنصر الأمان وأن يكون فيه ثقة للمشروع والشركة اللي حضرتك هتتعامل معهم والأفضل حضرتك لو هتشتري ريسيل خليك في المشاريع المبنية والخلصانة على الأقل بحيث أن حضرتك وانت بتشتري تقدر تعاين الوحدة بتاعتك وتشوفها على أرض الواقع لأن طبعا كده كده حضرتك هتدفع مبلغ كبير في الأول ممكن يكون مش أقل من نص ثمن العقار اللي حضرتك بتشتريه وطبعا بتكمل بعد كده أقصاتك مع المطور بفترة السداد المتبقية وتاني نقطة لازم حضرتك تاخد بالك منها هي أن حضرتك مدام هتركز على ريسيل يبقى ركز على السعر المعروض عليك في الوحدة اللي حضرتك هتشتريها وقارنها بسعر المطور حاليا هو واصل اللي كان بالنسبة لنفس الوحدات اللي وغدا نفس التميز من الوحدة اللي معروضة عليك وطبعا نقطة مهمة جدا أنك لازم تتأكد أن المطور دوت أسعاره بتزيد بمعدل كويس ولا هو ماشي بنظام الخصومات اللي بيعملها فكده يعتبر الأسعار عنده في المشروع شبه ثابتة أو بتزيد بمعدل بطيء ولا فعلا فيه فرق واضح عنده في الأسعار بيحصل مع مرور الوقت وطبعا شوف أنظمة السداد اللي شغال بيها المطور حاليا والعروض اللي هو عملها لأن طبعا دي بتبقى نقطة مهمة جدا ومش بس كده كمان أنت لازم تقارن السعر المعروض عليك بأسعار السوق في المشاريع التانية اللي زي المشروع اللي حرارتك بتشكري فيه والعروض اللي عملها الشركات التانية لذلك مهم جدا أنك تستعين باستشاري عقاري ويفضل أنه يكون متخصص في العاصمة عشان يقدر يقيم لك إذا كان العرض المعروض عليك دوت بيمثل فرصة حقيقية ولا فيه عروض أحسن موجودة هتدي لك قيمة أفضل مقابل السعر اللي حرارتك بتشكري به ومقابل طريقة السداد اللي حرارتك هتدفع بيها فطبعا دي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها عشان فعلا تكون بتشتري عقار ينجح استثمارك بعد كده وحتى لو حضرتك بتشتري بغرض السكن فيكون فيه فرصة كويسة بعد كده مستقبليا لو حبيت تبيع أنك تقدر تبيع بعد كده بكل سهولة وميبقاش فيه مشاكل بتواجهك سواء من حيث مستوى المشروع والصيانة بتاعته أو مستوى المطور نفسه أو حتى بالنسبة للعرض بتاع الوحدة بتاعتك تكون متميزة في السعر بتاعها لأن في الأول وفي الآخر مش حطرتك بس اللي هتكون بيديه فيه ناس تانية أكيد طبعا بتكون عرض الوحدات بتاعتها فالمنافسة هنا هتكون للعروض المميزة في المستوى بتاع المشروع والصيانة بتاعت المشروع وطبعا تميز الوحدة كمان داخل المشروع ده طبعا بينطبق سواء على القطاع السكني أو التجاري أو في أي استثمار وطبعا السعر اللي حضرتك بتبقى عارض به ده يعتبر نقطة منافسة مهمة جدا وبتميزك عن جيرة من العروض اللي هتكون متاحة وقتها وطبعا تالت نقطة لازم حضرتك تاخد بالك منها هي أن الريسيل بيكون ليه مصاريف إضافية زي مصاريف التنازل اللي بيحطها المطور في حالة إعادة البيع أو التنازل للأشخاص اللي هما بيكونوا مش من الدرجة الأولى من القرابة وطبعا مصاريف التنازل دي بتختلف من شركة لشركة في شركات مطورة بتبقى حتى نسبة من إجمالي قيمة العقار وطبعا دي بتبقى في حدود مثلا خمسة في المية وفي شركات بتكون عاملها مبلغ معين خمس تلاف أو عشر تلاف أو خمسين ألف فدي طبعا بتبقى حاجة نسبية بتختلف من شركة لشركة وطبعا لو حضرتك بتعمل تنازل لأولادك فالإجراء ده المفهوض إن هو بيكون مجاني وطبعا بالنسبة لمصاريف التنازل دي ممكن تتنصق بين البايع والمشتري بحيث إن حضرتك وإنتوا اللي اتنين تتحملوها مع بعض ومننساش كمان العمولة بتاعت البروكر لو فيه بروكر أو وسيط في البيعة وطبعا الوسيط دوت بياخد عمولة من الطرفين البايع والمشتري والنسبة طبعا بتكون حسب ما حضرتك وتتفقوا معاه عليها فدي كده تعتبر أهم ثلاث نقاط لازم حضرتك تاخد بالك منها لو فكرت تشتري عقار ريسيل وأهم حاجة لازم حضرتك تحسبها كويس هي إن حضرتك في الآخر هتطلع كسبان من الدين دوت ولا لا وده طبعا في حالة لو حضرتك حسبتها بالطريقة اللي قلت لحضرتك عليها وأنا بنصح أي حد شاري عقار وعاوز يبيع العقار دوت لمجرد المكسب بقوله إن هو يستنى وينتظر لحد ما يستلم العقار دوت فعليا ويأجره كمان وبعد كده لو حضرتك حبيت تبيع هتبيع بسعر أفضل بكتير من دلوقت وهتكسب كويس وطبعا مميزات إن حضرتك تشتري من المطور وخصوصا مع بداية طرح المشروع بتاعه فانت هنا بتكسب السعر الافتتاحي وكمان بيكون ليك حرية اختيار الوحدة المميزة وبيكون كمان فيه أنظم السداد مريحة بأقل مؤدم وأطول تقسيط وده طبعا يعتبر أفضل حاجة في الاستثمار العقاري بشكل عام وده على فكرة صعبة إن انت تلاقيه في الرسيل وأنا من وجهة نظري شايف أن فرصة الرسيل بتبقى كويسة لما بيكون المشروع جاهز للتسليم هنا حضرتك تقدر تشتري رسيل لإن اللي بيبيع طبعا طبيعي إن بيكون عارض بسعر أقل بنسبة 20 أو 30% على الأقل من السعر اللي بيبيع بيه المطور في الوقت دوت وطبعا أنا بدوري كاستشاري عقاري متخصص في العاصمة من 2017 بساعد حضرتك بكل الخطوات بتاعة الشراء وبيدي لك رؤية كاملة عن طبيعة الفرص الاستثمارية اللي ممكن تكون مناسبة للميزانية بتاعة حضرتك وحسب طريقة السداد اللي هتدفع بيها وطبعا أهم حاجة إني بوجيهك للشركات وللمشاريع الموثوق التعامل معها اللي تضمن لك نجاح الاستثمار بتاعك بعائد استثماري محترم على المدى القريب ولو في أي استفسارات عند حضرتك وتقدروا تشرفوني في أي وقت رقمي ظاهر على الشاشة متاحة لي الواتساب وفيه كمان لينك موجود في أول الوصف وحضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا الخدمة دي بتكون مجانية وتحت أمر حضرتكو في أي وقت شكرا 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 اشتركوا في القناة